اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده الامر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له قدوه قال لما بن جوزي أنفع العلوم مطالعة سيرة الرسول كل ذلك في برنامج سير أعلام النبلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام على أشرف من صلى وصام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد حيكم الله أخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم سير أعلام النبلاء حيث سطر الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي علي رحمة الله سير الرجان وأبطال النجباء الأطهار من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الجيل الرباني والرعيل الإيماني نشأوا على قواعد من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الإنسان دائما يسمو أن يتشبه منه تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن تشبه بالكرام فلح حديثنا إخواني الكرام عن بطل من الأطهار صدر الإمام الذهبي كتابه سير أعلام النبلاء به أول ما ذكر بسيرته في مطلعه في حديثه في كلامه بهذا الرجل ما سبب هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة من هو أبو عبيدة؟ من الصفاته؟ ما أحواله؟ مضى الحديث عن ذلك في حلقة سنة؟ أبو عبيدة عامر بن الجرح أحد العشر المبشرين بن جنة رجل ليس كالرجال صفاته الخلقية رجل وسيم نحيف القامة طويل المقام بشوش الوجه يقول عبد الله بن عمر يقول ثلاثة من قريش كانوا أطيب الناس لقاءا وبشة في وجوههم وطيبا في كلامهم وصدقا في حديث أبو بكر وعثمان بن عفان وأبو عبيدة عامر بن الجرح هذه صفاته هذه أحواله هذه مقاماته هذا الرجل أسلم على يد أبي بكر الصديق أول يوم دخل في الإشلام أبو بكر لم يكتفي الهمم العالي والنفوس الكبار لم تكتفي بذلك بل أسلم على يديه في اليوم الأول ستة كلهم من العشر المبشرين بالجرح كان الفضل والشرف والامتياز أن كان لأبي عبيدة هذا الرجل كان من مقاماته وأحواله العجب العجب كان يصدف بنسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم أي من قريش من فهر وكان ينحدر بطيب نسبه الشريف وأحواله أنه كان رجلا وسيما طيبا وكان كالسيف بجماله إذا أقبلت الحروب كان كالليت العتي ولذلك ترى السيف جماله وإذا تت الأمور والصعاب فرأيت حدته وانصرامه ضد أعداء الله عز وجل هذا الرجل إخواني الكرام سيرته سيرة عطيرة تكلم عنه الإمام ذهبي كلاما طويلا في بيانه وذكرنا أنه روى عنه جمع من الصحابة أي أنه من السابقين الأولين وذكر العلماء أن عدد الذين أسلموا في أول الإسلام بلغوا ثلاثين بعد المئة أي مئة وثلاثين من الرجال والنساء الذين أدركوا أول الإسلام ولهم مزية لأنهم أخذوا من الإسلام من التعب والبذل والعطاء وبذلوا كل غال ونفيس وتركوا كل خسيس ورخيص دفاعا عن دين الله عز وجل هذا الموقف وهذا الشرف وهذا الحال العظيم لأبي عبيدة أبي عبيدة حاله حال عجيب ذكرنا الموقف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف حاله ومكانته مناقبه عديدة وما جاء في صحيح الإمام المسلم له حديث واحد وأيضا في جامع الإمام التلمذي له عدد من الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحييكم الأخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهدى إلى من سميعكم عبر أتيري قناة إثراء الفضائي توقفنا عند ذكر أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنب ومضى الحديث والكلام على أن هؤلاء العشرة ليسوا الوحيدين الذين بشروا بالجنب إنما بشروا في حديث واحد عن نبي صلى الله عليه وسلم أي أن كلهم ذكرت أسماؤهم في حديث واحد فهذه منقب عظيمة وشرف عظيم لهذا الرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أي رجل بشر بالجنة من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيترى أي فرح كان من الفرح العظيم عندما سمع بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة وعندما يكون لهؤلاء المقامات وهؤلاء الرجال فلا تجدوا بأن سماعه لذلك يفتر عن عبادة بعض الناس إذا أخذ الجائزة يفتر عن العبادة كلا والله بل ازدادوا حسنا وبهاء وجمالا ومسارعة إلى الخيرات وتركا للمنكرات بإذن رب البريات لعلمهم أن الإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى أعظم المناقب التي كانت لأبي عبيدة عامر بالجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم غزى غزوة بتك وهذه الغزوة كانت في السنة الثانية السنة الثانية الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لإعتراض قافلة قافلة من قوافل قريش كان يزعمها أبو سفيان وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا بعدة ثلاثمائة أو بضعة عشر ليس معهم إلا فرسة فخرجت قريش بعتادها وخيلها وصناديدها للصد عن دين الله عز وجل فلما التقى الجيشان وكان يوم الفرقان يوم فرق الله عز وجل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان برز هذا السيف وهذا الليث العادي في يوم بطش بأعداء الله وكان رجلا مقداما على الخير بشيفه حتى أنه أنكل في إعداء الله وكان ضاريا على ذلك من أن كان في الجاهد ولذلك تعلم أولى نبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهد هي خياركم في الإسلام فكان من خيار الرجال من الشجاعة والكرم والأخلاق العالية فكان يقاتل بهم حتى أنه يقف أمامه رجل ويصد عنه أبو عبيدة فيأتي إلى الآخر يريد أن يضربه فيأتي هذا الرجل من أمامه فينصرف عنه أبو عبيدة فأتاه عن يمينه وأتاه عن شماله وأتاه من خلفه وأتاه من أمامه ومن خلفه أن هذا الرجل هو قريب من أرحام أبو عبيدة لم يرد أبو عبيدة أن يقاتلها فجأة لما صده عن أعداء الله وظن أنه أن يؤتى الدين من قبل أبي عبيدة وكان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة أن لا يؤتى الدين من قبله فضربه ضربة في سيفه فقطع رأسه وفي ذلك أنزل قول ربنا عز وجل لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان هؤلاء كتب الله عز وجل في قلوبهم الإيمان لا يؤتى الدين من قبل أبي عبيدة فكان أمين هذه الأمة رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر